شون الشي اللي صار بالنسبة لنادي يفيق الفترة الأخيرة بعد ما الناس كل أشادت بالمرضود وشادت خاصة بالرصيد البشري اللي والحقيقة اللي تقال لم يقع توظيفه التوظيف الأمثل شوف هذا كتتفرش في نادي الأفريقية من الفوق تحس الملعبية تلعب من غير روح تظاهر عند ثلاثة أربعة ما تشويت أنا بالنسبة لي أنا ما كنتش فهمه مشكلة متعمل درب الملعبية هي مش قاعدة تحمل في مسؤوليتها ملعبية كل واحد كتتفرش فيه كل واحد يلعب على روحه ويلعب على اسمه ما مريش تطور كبير خاصة في برشا من لعبية اللي كنت عادي فيهم أمل على غرار أحمد خليلي اللي ما تطورش من المستوى متى والحقيقة كنت نحبه الملعبية دايك يزم يطور من نفسه الحمد للعبية دي زادة كما قال سامير وقلت في برشا في عديد مرات اللي يزم انضيبات كان بشي كامل أكاية بشي كاريرو بشي تمشي أكوتي شو نقول لك الوسط الميدان ليس رسم تكتيكي رشيد العرفيوي يزم يوظفوه توظيف صحيح خطر بلاسة هذيك نعرفه الملعبية بلاسة هذيك نحب يشارع بغاديكا موش مرتاح الحاجة مشكلة بشتغتزل في العرفيوي توقعها سامير إي 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 إنتك تلعب لعبيدي علي سارة هو موش مرتاح العرفيوي كيف كيف موش مرتاح إي فما أخطاء فنية بشهادة الحضور وبتأكيد الحضور لكن زادة فما الملعبية الملعبية هني قلت لك ملعبية يزمهم تفيق اللي هي تلعب في النادي الافريقي تفيق اللي عنده جمهور كما النادي الافريقي يزمهم يلعبوا بروح تشوفهم معناتها يجيوا مركيوا في نارة ويروحوا قاعدين أنا بالنسبة لذي تشوفهم من فوق علي خاصة أنه حتى كيسمع الدكلاراسيون بتاع الإطار الفني اللي موجود حاليا يخلك بعد مباراة الملعب التونسي يتمسوا الملعبية متاعنا وحسيناهم معناتها يلصر لها شي بالعكس المفروض أن يوم السبت كانت أحسن فرصة ضد منافس اللي الحقيقة في أسفل الترتيب المفروض أنه يعطي الملعبية أحسن ما عنده بشي رجع كابيتال كونفيانس كسوها مع الجمهور ولا الإدارة لكن ردة فعل الحقيقة غير متوقعة خاصة نحسه أنه في غياب مدرب رئيسي وكاني بالملعبية على ذكر التصريح متاع اللاعبين تمسوا يعني بعد الهزيمة ضد البقلعوة يعني كيف تحكم على التصريحات هذه اللي قاعدوا نسمع فيها من الإطار الفني للندفيقي السابقا وحاضرا نحكيه مثلا على أنه من رتاح لما نربح ملعب تونسي فيه باردو من سمحش روحي من الهزش تيتر يعني التصريحات هذه استباقية برشا وهل هي فيها غرور أم ثقة زادة في النفس أو قلة خبرة يمكن فيها محاولة لتشجيع وتحفيز الملاعبية متاعه أكثر منها حاجة أخرى لكن أنا شخصيا نشوفها لحقيقة بعيدة شوية على المسؤولية لأنه لما تقول مثلا ما نبرد كان ما نربح الفريق الفلاني ومالخسارة الفلانية بالعكس عندك الماتش بتاعك تركز عليه تحافظ الملاعبية على التيران ومبعد رزولتات نحكيه على فن الخطابة وثقافة التعامل عند الانتصار وعند الهزيمة وعند العثارات والأزمات هو رفع ما مشكلة في الكميونكسيون في ندي الفريقي أنا كنت صرحت قبل قلت رأي سيباو نرمال نحن نشوف فيها كم في تونس تلقى لي زون ترنير في رزولتات بي يخرجوا يتكلموا في رزولتات خايبة يبعثوا الاسيستان يودي تحمل مسؤوليتك وخرج تتكلم في العالم مجمع المدرب يتكلم يخيبوا الاسيستان اللهم يتكلم نهارة ليلانترنير معاقب دونك أسيوم تي رسبنسابيليتي ما نبرد كان كنت تحب تبرد حل فريجدار تقول فريجدار تبردش ما تبرد فما شك هو الكورة تخسر تربح تخسر تربح احنا لهنا وقت النادي الفريقي كان بهي وديكليك كان بعد ما تشباهي لدار اللي تلعب في تونس ظهرت فما الثوابت من تعلعب وأهم الثوابت هذه النادي الفريقي كان يحب يبني الهجمة من الخلف ومشي الثوابت والاني ما سيطارت في الهواء تعالنا الثوابت لثة ما تشويد نشوف في شباحة من تعلق فريق ما نشوفوش في فريق تحس الشأمين أنه حتى الجمهور الرياضي يتابع فما قلة انضيبات في الميدان كل واحد يلعب طريقته وكل واحد يلعب واحده وكل واحد يحب يشد الكورة ويدريب ما نجمش في فريق كبير معناها يكون عنده ثوابت المفروض أنه يصير اللعب بهذه الطريقة وعادل أنت سألتنا مرة لهنا وقتا شنية أسباب التاراجع متع دوزيان ميتان اللي موجودين لهنا الكل فما بوان الكلنا عودناه أنه في دوزيان ميتان والي لجو شوية انديفوديوية كل واحد تحب طولت الحكاية في غضم الظاهرة ذي ما أنت يقوموها حتما وقفوش وقتها صحيح تماديت طولت برميار ودوزيان ميتان وقريب تبدأ حتى ما يشوف مو هنا فما الساعة العناد راموش باي في الكور فما ملاعبي بروفيل متع بوست ولمش متع بوست شاسمه العبيدي يتحمل مسؤوليته طلع في النادي الافريقي ومطالب أنك تتبع بروغرس إما كمام زادا سيبان جوار دوليني ما جوار متعليني ما جوار بشتعطي كورا في السيق وتقوله برا دريبل وتعدم مينجمش سيبان زادا أمين ملاعبي محترف في النادي الافريقي أما زادا نحكي تكتيكما وفي توظيف الملاعبي ظهر مينة باسي كاليتي هك شفت النهار تصبت حتى في الشانس اللي جات كونتر سيما نوين جات في البوكس تنجور دو بوكس تنجور دو بروفندور هذي هالولي أنا تيك إجزامل اليوم مير كنزاريا نحب ديفونسور ردو أتاكان وماركاليو أي معانتها أنت طلع في النادي الافريقي ماركاليو نجم نحطك أنا تلعب نجم يلعبون في بلاستيدو نجم سمحني أقول لك فما توظيف تكتيك نجم تحطه على اليسار أما لكم سيني في الانيماسيون تدخلوا للاكس اليبيري ستكون قال لك هما ما قالوا له شو قاعد يتصرفون تعاود تعاود خارج من اللي يلعب على اليسار تتعاود ياخذ الكورة دون لي بي على اليمنية معانتها احنا على شو نحكمه على تصوير تتعاود الاناليزة على شنو يصيرو يصيرو على الصور قاعدة تتعاود سمحني لقدم الماتش لعب على اليسار 80% ينزمش يحسن من روحه 80% ينزمش يحسن من أي راحة هذا ليس جوار دو بيركوسيون هذا ليس جوار ديس باس هذا ليس جوار ديس باس يندرسوا الياتح نفسه هنا الإثار الفني في النادي الافريقي ما هو شفائق يلزم هو العام عادل ما يسمعش لا خلنا سنسألنا أمين وبعد تفعل معنا أنت تذكرش وقت صارت الكمبينيزون متاعه وانكاد كادو مع ايدو شوفنا حويش كومان بيها وقت اللي اخذي الكل ورد اللي صار وماخذيش الكورة في ساقيه نجمتش على السؤال أنا مش نجيوبك قدت موش فائق لا لا طرفاني ولا يجاهل المعلومة هذه لفات انك تعاود للرير وتعاود لفوت ونعاود ونشوفوه كل مرة انه ياخذ الكورة في ساقيه ونوصل له في ساقيه مش نقوله لأدخل لباري الليني الحامروني ولا القصاب ولا اي معانتها طاوس ولا اي واحد معانتها غوش معانتها لقاعدة تعاود وبركون كلور بربي ونسكي قنصير نذي حكاية البريسيان وحكاية الممسوسين شيقولوا الملعبية اللي يلعبوا في جمعيات اللي يلعبوا على طيوح وما يعيشوا كان كيربحوا تيزوا ما يلعبوا في جمعيات كبيرة تيزون لشانس اخرى امين انا نحب وبرشة ويعجبني احمد خليل انا بالنسبة لي كي يتارفاني نحبذ اني نرجع اللاكس يلعب خطر في اللاكس خير من يلعب في قديم الدفنس على خطر قديم الدفنس عبارة يلعب في اللاكس الاستاتيستيك متاع وانا قلتها ووقتها وكليت العصا الاستاتيستيك متاع ويظهروا انه الملعبية في المشاركة الهجومية مش هزي الكورة ودريبل فالكونتريبوسيون اوفنسيف متاع السنتينير متاع انك تقدم باليكيم ناقص ناقص وهذا وكالملعب عبارة حط ملايه الملعبك لا 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 مشاكة لا 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 مشاكة لا 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 باي سوب سوب ماكوش مافرنا عبي لح بلاي دقيقة واحدة ما يصيرش بعد اذنك المدرب شنو الخدمة متاعه يصالح الملعب حصن توظيف امكانيات اللاعبين فوق الملعب اختيار تشكيله تكون متكاملة دفاعيا وهجوميا ما هذه خدمة المدرب ولا تطوير اداء اللاعب فرديا وجماعيا اختيار الخطة المناسبة على قوة ووضعه في المنافس حمدي العبيدي الناس الكل عنا اجمع عندهم لاعبي ممتاز ومهاجم هداف لكن حمدي العبيدي ما نجمش يلعب ادوار هجومية وادوار دفاعية ما نجمهاش دونك الكلوار مش متاعوا تحب تلعبه على الكلوار يلزم كما قال امين قبلك الكورة تكون عند ناد الفريقي يدخل هو يولي اندوزام اتاكون ما ليش نقارنو فيه بيدو بالعكش يتكامل هو مع ايدو نجي وطول احمد خليل احمد خليل امكانياته ذيك انا نوظفها كان مدرب تولي في صالح اكريت النقطة ضعفت على خليل ذيك تولي في صالح ناد الفريقي وتولي نقطة قوة كيفاش مع التكامل بين الزوز الملاعبية بتاعه الرول اللي ما يقومش به خليل وانتي كلامك روز حيح في حصائياتك يولي يقوم به به الملاعبية وكان يقوم به غاية صغير يقوم به غاية صغير يقوم به ويسام يحي يقوم به سويس يقوم به اي ملاعبي ويخلي احمد خليل يكون موجود قدام الديفانس وانا مع الديفانس وقت ناد الفريقي يتحول يولي في حالة الهجوم بتلاثة مدافعين وانحرر الزعلوني اللي عنده امكانيات كبيرة هجومية وتنقص عليه الادوار الدفاعية وتعطي امكانية للحمروني وتولي الديفانس في حالة الهجوم بتلاثة مدافعين هذي الكل هذي الكل خدمة مدرب وديسيبليم فوق الملعب نقطة بيش نختم مدرب اللي يحترم نفسه عنده شخصية كي ما اتطبق ليش احمد خليل ولا ما اتطبق ليش يا حمدي العبيدي ولا غيره اربع ساعة لا بيخرج وما عاش يحط سقيه في النادي الفريقي ولا في التشكيلة ولا في الكيب كان ما ينضبط هذا خدمة مدرب هذي خدمة اعمالي شوفناها نار السبت مع السليمان انا كان جيد في البنك متاع النادي الفريقي نخرج الناعبية الكل نظرا الى ابرزالوني نظرا الى انه المردود كان مردود لا يليق بحجم في فريق النادي الفريقي لكن ارزمو انه فهم الوقت للإسلاح وفهم الوقت انه ترجع المكينة الدور